أكدت الإدارة العامة للمرور أن الإجراءات القانونية المتبعة حيال المخالفات المرورية من بينها تجاوز السرعة المقررة للشوارع ما زالت كما هي منذ تطبيق قانون المرور الجديد في فبراير من عام 2015 وشددت الإدارة العامة للمرور على أن الالتزام بالقوانين المرورية ينعكس إيجابا على حركة السير وتراجع أعداد الحوادث والإصابات والوفيات انطلاقا من حرص الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على حياة وأرواح المواطنين والمقيمين في الطرقات تواصل الإدارة العامة في بث التوعية المرورية من باب استمرارها في نشر الثقافة وبلغات متعددة للحد من الازدحامات المرورية وتجنب الوقوع في حوادث المركبات وحوادث السير فالإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفات والتي من بينها تجاوز السرعة المقررة لمختلف الشوارع بمملكة البحرين بحسب طبيعتها ما زالت كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير وقد حثت الإدارة العامة أن تجاوز السائق الحد الأقصى للشارع قد يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر أكد سعادة مدير عامل لدار عامل المرور أن الإجراءات تتبعها لدار العامل المرور بشأن كافة المخالفات من ضمنها مخالفات تجاوز حدود السرعة هي ذات لم تتغير ولم يطرأ عليها أي تعديل أو تغير لا في حدودها ولا في آلية ضبطها ولا في الغرامات المخصصة لها وهي ذات ما تم تطبيقه من نزول قانون المرور الجديد في 2015 وهي ذات لدار عامل المرور تتبع أسلوب التخفيف والتسهيل على المخالف في الاستفادة من دفع مبلغ النصف في دفع المخالفات المرورية وحدود السرعة لم تضع إلا من أجل سلامة مستخدم الطريق وذات السائق أو من معه من السيارة أو من جنبه من مستخدم الطريق وفق معايير وأسس في تصميم الشوارع هناك علامات تبين حدود السرعة نستدعي كافة السواق في التزام بها وأيضا هناك تنبيهات في أن لدار عامل المرور تراقب هذه الشوارع من خلال منظومة مرور ذكي وكاميرات لرصد هذه المخالفات وأكد مدير عامل لدار عامل المرور أنه من تطبيق الاستراتيجية من 2015 انخفضت الحوادث المرورية الوفيات والإصابات واللا الحمد إلى 60% وهذا مؤشر إيجابي في أن كافة جاتة تبع لدار عامل المرور الهدف هي حماية مستخدم الطريق وارواحهم تلكاتهم من الخطر فالسلامة المرورية اليوم تتطلب تظافر المجتمع ليقوم بتطبيق القوانين بحذافيرها فالإدارة العامة للمرور دائما تنوه بأهمية الالتزام بسرعة الشارع المعطى حيث أن أبطالها تراهم يقومون بواجباتهم وعلى مدى 24 ساعة دون ملل أو كلل باستخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك لتجنب الناس المخاطر فالالتزام بالقوانين المرورية سيساعد على تطوير الأنظمة المرورية وزيادة القدرة التعامل مع حركة المرور علامات مرورية إرشادية ستراها ثابتة في جميع شوارع مملكة البحرين مرشدة سائق المركبات بأهمية الالتزام بالسرعة المقررة لتنظيم الحركة المرورية والتي لم يطرأ عليها أي تغيير لتثمر بإذن الله هذه العلامات بتراجع نسبة حوادث الإصابات والوفيات وعودتنا للمنزل بصحة وسلام طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين